عزيزي الوقت الكويتي لا تقعد تكبر الأمر يعني هوشة قدامك في المقصور واحد قاعد في مكان واحد قوم ماني قايم لا تقوم هذا قوم وغصب وكذا صور واحد فيديوه قال سوء التنظيم طيب تصير أحسن الدول أفضل الدول في بعض الدول الجماهير ينزلون الملعب يضربون اللاعبين ودن العراق ترى صار لها كم سنة ما نضب بطولة 30 سنة تقريبا 40 سنة ما نضب بطولة طبيعيا رح يصير عندك مشاكل أكيد بالتنظيم أكيد رح يصير عندك مشاكل لأنه لا متعود أصلا لنضب بطولات بعدين الأشياء قال العراقيين ترى الافتتاع من أروع ما يمكن يعني على هوشة بسيطة قلت لا لا خلاص ما في أمن وكذا ورحت شلت جناتك ورجعت الكويت لا يا حزيزي لا يا حبيبي الهدف ترى من قامة البطولة في العراق إنه يشجعون الخليجيين حتى يزورون العراق ليش؟ علشان يكون هناك استقرار أول شيء أمني في العراق وش النقطة الثانية على أساس أنها يكون في دعم من دول الخليج للعراق بدلا لا أحنا نروح لتركيا قاعدين قطلنا 30 20 مليار دولار لتركيا عندنا العراق كل شي فيها فيها أنهور فيها سياحة فيها كل شيء وشعب شعب محترم وأهل كرم وأهل طيب وأجواد وناس محترمين لماذا نروح لناقلة تركيا ونروح لأوروبا وكذا والعراق عندنا هنا علشان هوشة بسيطة قدامك صارت ثنين أو ثلاثة أو عشر أجابوا لهم الأمن وقوموا من مكانك هذا المكان مو باسمك وهذا كذا مو باسمك وقوموا من المكان إذن لو يصير تفتير ما ستفعله؟ خلاص ستقاطعون العراق مرة وحدة؟ العراق صار لها تقريبا أكثر من عشرين سنة قاعد يحاول تنظيم البطولة في العراق وأنتم برافضين الأمن والأمن 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 صارت الأقنار قدامك؟ ما صارت الأقنار قدامك؟ عادي في أي ملعب بالعالم تصير فيه مشاكل بعضهم هوشة بين الجماهير تصكت تصير ذبح في مصر الإسماعيلية صار فيه قتل تقريبا مئة واحد خلاص وقفنا البطولات في مصر ما قمنا نزور مصر ما قمنا يعني سوي مباريات في مصر لا الأمور طيبة ترى العراق الحمد لله الآن أفضل أمنياً أفضل من قبل تقريباً عشرين سنة أو قبل خمسة عشر سنة نحن لازم ندعم أخواننا العراقين علشان هوشة شفتها قدامك رحت نفط بسدك وروحت ومشيت خلاص نحن ما نبي نقعد هنا ورحت طلع تصريح انسحاب الوفد الكويتي من العراق ليش يا أخي؟ ترى جارك ترى هذا ترى مو غريب ترى بيننا نسب وبين لحم ودم وعشرة ترجمة نانسي قنقر